المفوضية الأوروبية أعلنت أن شركات الدول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات الأوروبية ضد موسكو المتحدث باسم المفوضية في بروكسل قال إن هناك حلا مقترحا لإكمال مدفعات الغاز بما لا ينتهك العقوبات التي فرضت بسبب الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أشار أيضا إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب من نظيرتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة السابقة قبل تبني المرسوم وهو ما يعني إيداع المبالغ المطلوبة باليورو أو الدولار بأثر رجعي قبل تطبيق المرسوم الروسي ثم الاستمرار في عملية الدفع بعد ذلك في ظل الاحتياج الأوروبي لمصادر الطاقة الجانب الروسي بدوره أشار إلى ثقته بأن أوروبا والعالم لن يستطيع الصمود بدون الطاقة الروسية دول الاتحاد الأوروبي لن تصمد أسبوعا من دون الغاز الروسي ونقيم ثبات شركائنا الأوروبيين على ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن أوروبا لا تستطيع في المجمل الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من ستة أشهر وتعليقا على الرغبة الروسية بخصوص مدفعات الروبل مقابل إمدادات الغاز للغرب قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن التكتل قام بتحليل دقيق للمرسوم الجديد وسيتم إجراء اتصالات مع السلطات في الدول الأعضاء وشركات الطاقة المعنية بشأن الموضوع